السلام عليكم أخوتي و أخواتي و مرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي ربما كم قدرت تعرف أخوتي من حسنة يعاني باناني شوي مريضا ملا سمحولي على القالتي ته الصوت هذي فالأخبار أخوتي عدنا موضع مهم للغاية نحن هضرونكم عليها هذا الأخبار خطيرة تتعلق بالجزائر والمغرب كانت أخبار يعني مؤخرا كما سمعته هذا الأخبار قادت تقول باللي هناك مجموعة عشرار من المغاربة كانت تتحرب في المخدرات و تدخلها إلى الجزائر ويعني تضمن الأمر الكثير من العملية الإجرامية شفنا مواقع تنشر هذا الخبر وربما كم شايفين على هذا الفيديو يعني هذه المجموعة ما كانوا لش مغاربة فقط ولكن كانوا جزائريين أيضا ومنها يعني الجزائريين بدأوا يشوفوا باللي impossible لقدروا يدخلها إلى المغاربة إلا إذا كانوا عندهم دجا إقامة في الجزائر ويتبين أن هذا الأمر صحيح فمثلا في الجزائر هناك أزيد من 2349 مغربي في الجزائر الآن خوتي هذا الأمر خلى الجزائريين غاضبين من هذا المغاربة لما يديروا الحركات الغريبة هذه ويطالبون بطردهم من الجزائر يعني يطردوا كل المغاربة رمعشين في الجزائر ذلك نقول لكم على خوتي هذا الأمر يعني ما هوش منطقي والعكس هذا الأمر رح يضر الجزائر اللي كان يحدث وكيف أنه ليسوا كل هذو كلا يعني 2349 مروا كلا في جزائر كلهم يعني مجرمين فالأخبار أيضا وبخصوص فلسطين يعني فلسطين جعلت من الرئيس الأمريكي جو بايدن إنسان ماكرو ولا أكره إنسان على وجه الأرض كل ما يخرج جد البزاق في وجه أخوتي وضخنوا لكم الفيديو أيضا الحوثيين عندهم بزاق ما تحركوش وههم يزيدوا يتحركوا مجددا حيث قاموا بإسقاط أكشفة السفينة أخوتي هذه كومبلي قاموا بإغراقها هذه السفينة هي فرنسية كانت متوجهة إلى الكيان الصهيوني قاموا بإغراقها وهذه السفينة كانت رافد حمولة يعني ممنوعة أزيد من المفروض أنها تحملها دقنا نعطيكم تفاصيل تحت الموضوع أيضا الجزائر الآن أصبحت كما لابدكم عضو غير دائم في مجلس الأمن هذا يعني أنها رح تترأس مجلس الأمن دوريا يعني في كل اجتماع جيد دارة دولة ترأسها والجزائر رح تقعد في النص ودقنا فهمكم أبيبري الموضع ولا الأمور كيف رح تمشي وين رح يكون مقعد الجزائر كمشتوا خوتي وخوتتي هذه هي أبرز عناوين أخبار اليوم أرجوكم خوتي بقوا معنا حتى الآخر بيشترفوا كامل التفاصيل قبل ما نبدأ هذا الفيديو أيضا خوتي أرجوكم ادعمونا بالضغط على زر الإعجاب اشتركوا في هذه القناة وفعلوا الجرسها كما عارفين خوتي هذا الأمور رح تدعمنا نصدق كل حملات السنية في الأول خلينا نحكي لكم قليلا على مجلس الأمن كما نباكم خوتي في المجلس الأمن كان خمس مقاعد دائمين فقط هذا المقاعد يكون من فرنسا أمريكا الصين بريطانيا وروسيا أما هذو الباقي فهم أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم كل سنة يعني الجزائر الآن أصبحت لها مقاعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنة من 2024 حتى 2025 أيضا خوتي الجزائر كما رح تشوفنا عندها موقع مهم للغاية رهي بين أمريكا وأيضا بين الصينة وبهذا الخصوص أيضا كما قلنا لكم رح يجين دهاروين تترأس الجزائر ولا تترأس دولة من كل هذا مجلس الأمن بالتنوب شهريا يعني كل شهر تترأسها دولة ويكون مقاعدها بين هنا الأمن العام لهيئة الأمم ولا مجلس الأمن وشؤون مجلس الأمن ثم خوتي أشكاكم في هذا الموضوع هل ترون أنه ستكون هناك نتيجة جيدة بالنسبة للجزائر في مجلس الأمن يعني لكم تشوفوا بلا حذير تغيير في قضية الفلسطينية ولا القضايا الأخرى المهمة خبرونا لكم في التعليقات بخصوص مجلس الأمن كما لابلكم أبري كريم معنا في مجلس الأمن والمقاعد تحرها بجانب المقاعد الجزائري الرئيس تحر الأمريكي أصبح أكثر رئيس مكرو في بلده يعني صراحة رئيس بايدن حتى أنا كنت نشوفه الاسم لأخاتي لأن وزع مكشور كان جاي مع هذوك اليساريين وكان متساهل مع المسلمين وكل هذين أمور لكن القضية الفلسطينية فضحاته أكبر فضحة الآن أخوتي ولا من يخرج الفلسطين ولا كل الداعمين للقضية الفلسطينية يبدوا يسبوا يبسقونوا في وجهه هذا المقطع خير دليل على ذلك شوفوا اللعنة عليك يا جوابايدن وعجبني هو تعوده فرح دير على باله باللغم يسبوا فيه بصاح دراحه وغير يخريف مش فيهم شعصاري زياجة ما ترجمة نانسي قنقر 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 ستة سبعة بمئة لكن انا كنتم مخطئ العمر ليس دقيق ولكن قرأت في بعض المواقع تقول بلي ستين بالمئة من الكهرباء المغربي كله مستولد من بلدين مهمين هم الجزائر وايضا اسبانيا الان ما شعف اسبانيا شايتمدلها ثلاثين بالمئة ربعين بالمئة والباقي على اسبانيا هذا الله اعلم لكن من المعلوم ان اذا قامت الجزائر حقا بقطع الكهرباء على المغرب رأي رح تدخل فيها حيات كبير ويبدو ان كل الجزائريين يريدون هذا الامر بالفعل يعني يريدون ان قطع الكهرباء على المغرب لكن خوتي هذا القرار ليس تعنا هذا القرار للحكومة الجزائرية بيشدلوا تم وشاكم خوتي في هذا الموضوع خبرونا يكون في تاريقات ايضا خبرونا يكون في تاريقات حول قضية طرد المناركة هل ترون ان هذا الامر منطقي حتى موم بزيف بخصوص المناركة خوتي نزيد ونضحكوا عليهم مريباكم روحوا الى السفينة لأسقطها الحوثكين شوفوا خوتي هذا الفيديو لي يعني مشغل الجزائر فقط تتحدث هكذا عن المغرب الكثير من الدول العربية الاخرى سبحان الله شحي لازم يشهد فيكم من بلد بيش تستعرفوا بالليركم غالطين وبعدين الدولة المغربية التي تسلث الملك من الملوك هؤلاء المزعومين من اول يوم من ايامها دولة عميرة دائمة كانت معكم فضل المسلمين من اول ايامها طول تاريخها وحاربت الجزائر وحاربت الدولة العثمانية اللي هي يعني على اقل تقدير الاسلامية اسما والجزائر كانت تحارب الهجمات الصليبية البرتغالية والاسمانية التي تحاول ان تصل البر الأفريقي والكر والفرس تمرقون كما نوسباته اخوتي يعني كل الدول تشهد ضدها وللأ عمورها متعلمت من الماضي التحى وتسقمت وكل من تزيد ونقدموا بالوقت نشوفوها تزيد تكشف النقناحة اكثر وافضل دليل لذلك القضية الفلسطينية الآن اخوتي في الخبر الاخر قامت القوات اليمنية بإسقاط سفينة CMA-CGM خليكم ديركت المتحدث باسم الجيش اليمنى يتحدث عن هذا الموضوع نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة CMA-CGM كانت متجهة الى موانئ فلسطين المحتلة ان عملية الاستهداف جاءت بعض عادل غرق السفينة المستكرة الآن خوتي هذا السفينة هي سفينة فرنسية وكما راكم تشوفو خوتي هنا يعني قال كانت محملة بأكثر من طاقتها وهذا الامر ممنوع الى انهم كما نباكم خوتي هما والقانون لا علاقة يعني دايما يخترقوا القانون اما الى اليمن كانت لهم بالمرصاد كما نباكم دايما خوتي اليمن تحذر هذا النوع من السفن يعني ما مش يدروا القرصانة هنا تحذرهم ثلاث مرات تقولهم غير ما كلا هجوا راح نقصفوكم ما زيدوش يسمعوا زيد تحذر ما زيدوش يسمعوا يلا تقصف هذا الامر خوتي ادى الى عواقب وخيمة بالنسبة لاقتصاد العالم وقال العالم يستهل خوتي لانهم رام يشوفوا شاهد صرار الفلسطينيين وكلهم رام سيكتين الان هذا الامر ادى بفرنسا وهي صاحبة هذه السفينة لا لا تنقل في السلعة الى زيادة اسعار ورصوم الشحن بين اسيا والمتوسط بنسبة 100% أباكم شو عنت 100% خوتي معنتها زعمائي انا اذا كنت نوصل لك السلعة بمليون نولي نوصلها لك بزوج ملايين يعني رح ضاعف هذا الرقم وارواح وبهذا سترتفع معها اسعار السلعة طبعا اخوتي مدام ترتفع تكلفة النقل السلعة في حد ذاتها رح ترتفع لانه هذا الامر يدخل في التكاليف فانتم اخوتي واش راكم في هذا الموضوع خبروناكم في التعليقات كما شتوا اخوتي اخوتي اتراني شاركنا معكم ابرز عنوين اخبار اليوم نزال لدينا فيديو اخر نشاركوه معكم في المنساء ان شاء الله من انتظرونا اشكركم جزيلا شكرا على المشاهدة سنلتقي معنا بزيد من الاخبار المواضع الى اللقاء شكرا على المشاهدة